مع ارتفاع معدلات دخول المصابين بفيروس كورونا والمتحور أوميكرون في العراق الذين تزداد أعدادهم بوتيرة سريعة إلى وحدات العناية المركزة يزداد الضغط على النظام الصحي المتهالك أصلاً وتزداد التحذيرات مما هو أسوأ وزارة الصحة الحالية في العراق عادت وفق الظروف التي يعيشها قطاع الصحة في ظل تصاعد إصابات كورونا اليومية لترجيح العودة إلى فرض حظر التجول في البلد محدرة من مشاكل قد يواجهها النظام الصحي وعدم قدرته على توفير المتطلبات العلاجية للمرحلة المقبلة وذهبت الوزارة أبعد من ذلك بتوقعها ارتفاع أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة بشكل كبير بسبب ضعف الإجراءات الوقائية واستمرار موجة البرد الحالية وضعف الإقبال على اللقاحات نهيك عن التحدي الأكبر في حال وصول الإصابات إلى أكثر من 15 ألف إصابة يومية إذ ستظهر مشكلة توفر الأكسجين أو المشاكل التقنية في المصانع التابعة للدول التي يستورد العراق الأكسجين منها إضافة إلى مشكلة الضغط على الكوادر الصحية نقابة الأطباء بدورها حملت وزارة الصحة الحالية والسلطات الحكومية المسئولية عما آلت إليه الأمو واعتبرت اللجوء إلى الحضر تقصيرا من قبل الجهات المسئولة التي لم تشدد الإجراءات الوقائية محذرة من السلبيات الكبيرة لحضر التجول على عمل ومعيشة المواطنين الذين يواجهون ظروفا حياتية صعبة ومع انخفاض نسبة الإقبال على أخذ اللقاحات ضد كورونا حيث لم تتجاوز 15% حتى اليوم بحسب نقابة الأطباء والتقصير الحكومي على الأقل باتخاذ الإجراءات الوقائية تشير الوقاع إلى أزمة كبيرة ليست بعيدة سيعيشها العراقي ترجمة نانسي قنقر